أهلا بكم اطلع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي خلال زيارة قم بها اليوم إلى محافظة البلقاء على عدد من المشاريع الحيوية التي تنفذها الحكومة هناك كما اجتمع الملقي خلال الزيارة بمحافظة البلقاء صالح الشوشان واستمع منه إلى أهم احتياجات ومتطلبات أبناء المحافظة تفاصيل أوفى عن هذه الزيارة في التقرير التالي من مشروع إنشاء بيت السلط التراثي انطلقت الجولة الميدانية لرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي والفريق الوزاري للتفقد والاطلاع على سير العمل في عدد من المشاريع في محافظة البلقاء الجولة بدأت بافتتاح مشروع إنشاء بيت السلط التراثي الذي سيكون له إسهامات كبيرة في تنشيط الوقع التجاري والسياحي لمدينة السلط والذي بلغت نسبة الإنجاز الفعلية فيه نحو 33% الموضوع الثقافي الموضوع الترفيهي الموضوع التجاري الخدمي موضوع مهم خاصة في المناطق والمراكز التي يكون فيها إذ ثقافي قديم وإذ ثقافي يبين أن هذه المدينة جذورها في التاريخ عميقة وقتالي لم تجد من الحكومة إلى كل المساعدة من القطاع السياحي إلى القطاع الصحي حيث افتتح رئيس الوزراء مشروع مستشفى السلط الحكومي الجديد ثم إلى القطاع الصناعي حيث افتتح الملقي مشروع مدينة السلط الصناعية المرحلة الأولى والتي دام انتظارها طويلاً ثم تفقد مراحل العمل في مشروع طريق السلط الدائري وأوصى بضرورة الإسراع في تنفيذه لما له من فائدة لمدينة السلط وفي وسط مدينة السلط تفقد الملقي سير العمل بمشروع توسعة وتطوير وسط مدينة السلط ثم انتقى برئيس مجلس وأعضاء مؤسسة إعمار السلط حيث أكد على أهمية وجود عملية تنظيمية وتخطيطية لمستقبل المنشآت التي تنفذها الحكومة حتى لا تتحول مستقبلاً إلى منشآت صامتة لا قيمة لها ختام الجولة الحكومية الميدانية في محافظة البلقاء كان بتفقد سير العمل بفندق سلتوس الذي يعتبر مثالاً للشراكة بين المؤسسات الحكومية والخاصة زيارتنا اليوم هي ليست زيارة فقط أن نطلع على الإنجاز وما يمكن أن ينجز وأن مقدم ما يمكن أن ينجز بل أيضاً كان لنتحسس ما هي الأمور المطلوبة بعد ذلك محافظ البلقاء وضع العديد من الملاحظات والتحديات التي تواجهها المحافظة بين يدي رئيس الوزراء والفريق الوزاري والتي كان أبرزها إيجاد حلول تسويقية للمنتجات الزراعية ومشكلة الطريق بين محافظة العاصمة والبلقاء أما التحديات الأكثر بروزاً في المحافظة فهي تتمثل بما يلي إيجاد حلول ألف إيجاد حلول لتسويق المنتجات الزراعية لألوية الأغوار با حل مشكلة الطريق من العاصمة عمان إلى محافظة البلقاء حيث أن المرور الحالي من خلال مدينة الصويلح وهذا الأمر متطلباً ملحاً لنجاح المدينة الصناعية زيارة الحكومة لمحافظة البلقاء اليوم لها دلالات عدة أبرزها أهمية هذه المحافظة لما فيها من تكامل ثقافي واجتماعي وصناعي وخدمي والذي يعطي المحافظة رونقاً خاصاً أمين سليم دعا رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خارد الكلالدي العاملين في العملية الانتخابية إلى عدم الالتفات إلى الشائعات التي تهدف إلى إرباك العملية الانتخابية وخصوصاً تلك التي تحدثت عن تأجيل الانتخابات من جهة أخرى 55% من الأحزاب الأردنية ترى أن قانون الانتخاب الحالي يسهم في تعزيز التمثيل الحزبي في البرلمان المقبل وذلك وفق دراسة أعدها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني راصد شملت 49 حزباً تتضمن برامج مشاركتها في الانتخابات النيابية أولويات متفاوتة ومتباينة تفاصيل الدراسة يستعرضها التقرير التالي 49 حزباً شملتها دراسة تتناول توجهات الأحزاب الأردنية للعام الحالي تناولت محددات المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة وعدد الدوائر المنوي الترشح بها والثقة في إدارة الهيئة المستقلة للانتخاب للعملية الانتخابية الدراسة أظهرت أن 86% من الأحزاب ستشارك في الانتخابات النيابية القادمة رغم وجود ما نسبته 21% من الأحزاب لا تثق بإدارة الهيئة المستقلة للانتخاب للعملية الانتخابية وحول عملية الترشح والمشاركة الحزبية فإن نتائج الدراسة خلصت إلى أن 45% من الأحزاب ترى أن القانون الحالي لا يسهم بتعزيز التمثيل الحزبي في البرلمان أما بالنسبة إلى الركود الانتخابي فإنما نسبته 33% من الأحزاب لمست وجود حالة من الركود الانتخابي غير ملبية للطموحات هذه المحددات جاءت في ضوء انخراط 86% من الأحزاب بتحالفات واتلافات حزبية يتوزع منها ما نسبته 57% على قوائم خارج المحافظات المركزية وهي العاصمة عمان والزرقاء وإربيت وبعد محور المشاركة والانتشار الحزبي تنتقل الدراسة إلى البرامج الحزبية إذ ستقدم ما نسبته 82% من الأحزاب برامجا انتخابية وتقس الدراسة الأولويات التي ستحملها تلك البرامج إذ حازت الأولويات الاقتصادية على النسبة الأعلى إذ سيتقدم 58% من الأحزاب بحلول اقتصادية ضمن برامجهم في حين حازت الإصلاحات التشريعية على ما نسبته 14% القضية الفلسطينية ووفق الأحزاب المستطلعة حازت على نسبة 4% من البرامج الانتخابية في حين جاءت عنوين مكافحة التطرف والإرهاب ودعم حقوق المرأة ومقترحات دعم الطاقة ودعم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأثار المترتبة على اللجوء السوري في أدنى القائمة وبالنسبة 2% فقط وبعد محوري المشاركة والبرامج الحزبية تقف الدراسة على أبرز التحديات التي سترافق العملية الانتخابية وذلك من وجهة نظر الأحزاب التي ذكرت 16 تحديا أو تخوفا أبرزها عقلية الصوت الواحد ورسوخها في عقل المترشح والناخب وقانون الأحزاب الحالي وانتشار المال السياسي والقدرة المالية المتفاوتة للأحزاب إضافة لضعف الثقة بالأداء البرلماني كما ترى الأحزاب أن ما يحد من تشكيلها لقوائم انتخابية هو ضعف امتدادها الجغرافي والحاجة إلى التمثيل العشائري والإرث الانتخابي الدراسة قدمت معلومات وأرقام لتوجهات الأحزاب وأولوياتها والتحديات التي تواجهها ولكنها أيضا تطرح تساؤلات عميقة تتناول المشهد السياسي المحلي بدءا بمفاهيم الأحزاب في الذهنية المجتمعية ودورها ومدى فعليتها صدرت عدة أحكام قضائية أمام المحاكم في مناطق مختلفة من المملكة بحق معتدين على مشاريع مائية تم ضبطهم خلال حملة أطلقتها الحكومة حفاظا على حقوق المواطنين المائية التقرير التالي والتفاصيل اعتداءات متكررة وسلب حقوق المواطنين واختلاسها مظاهر تمثلت بتعدي بعض الأشخاص على المشاريع المائية ومصادر المياه المختلفة في مناطق مختلفة من المملكة الحكومة ضبطت عددا من الاعتداءات جراء حملة أطلقتها للحد من هذه التصرفات الفردية التي تلحق الضرر بالمواطنين وتمنعهم من الحصول على حقوقهم المائية جملة من الأحكام القضائية تم إصدارها أمام محاكم مختلفة من المملكة بحق عدد من المعتدين بتعاون مع كافة الأجهزة الرسمية والأهلية والشعبية وتضمنت القرارات أحكاما بالسجن أو غرامات مالية كبيرة ضمن الإجراءات الحازمة التي تنفذها الحكومة القرارات أدانت التهم للمعتدين وأسندت التهم إليهم بحجة جرم الاستعمال غير المشروع للمياه والاعتداء على مصادر المياه ومشاريعها بدلالة الأحكام الواردة في قانون سلطة المياه وقانون الجرائم الاقتصادية لكل من يتم ضبطه في القضايا المشار إليها بجرم الاعتداء على الخطوط الرئيسية الناقلة والفرعية خلال الحملات التفتيشية التي تنفذها وزارة المياه والري وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر أكد أن الوزارة تعمل جاهدة على مكافحة هذه التصرفات مؤكدا زيادة الطلب على المياه مع ارتفاع متواصل لدرجات الحرارة في فصل الصيف قررت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيانة الصهيونية السير قدما بإجراءات رفع قضية في المحاكم النظامية ضد الحكومة الأردنية وشركة الكهرباء الوطنية وشركة البوتاس العربية وذلك على خلفية استيراد الغاز الإسرائيلي إخضاع الأردن واقتصاده ومواطنيه للاحتلال الإسرائيلي من خلال تسليمه ملاف الطاقة الاستراتيجي وتحويل المواطنين دونا عنهم إلى مطبعين وممولين لدولة الاحتلال مخاطر حذرت منها الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني وقررت السير قدما بإجراءات رفع قضية في المحاكم النظامية ضد الحكومة الأردنية وشركة الكهرباء الوطنية وشركة البوتاس العربية للاعلان عن تحرك الحملة باتجاه مقاضات الحكومة الأردنية وشركة الكهرباء الوطنية وشركة البوتاس العربية التي كلها يعني بصدد إما عقدت اتفاقيات لاستيراد الغاز ملكين الصهيوني أو وقعت رسالة نوايا أردن ليس بحاجة أبدا للغاز المستورد ملكين الصهيوني بالعكس يعني هذا الغاز سيدانا تحت رحمة الابتزاز الصهيوني سوف يعطيه اليد العليا في التحكم في الاقتصاد وليس فقط ذلك بل هو يفرض التطبيع قصرا غصبا عن المواطنين لأنه سيستخدم الغاز هذا لتوليد الكهرباء هذه الاتفاقية جاءت رغم اكتفاء الأردن بما يستورده من الغاز من خلال ميناء العقبة ووجود مشاريع الطاقة الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة بحسب الحملة الأردن الآن يكتفي اكتفاءا كاملا مما يستورده من الغاز المسال عن طريق ميناء الغاز المسال في العقبة وليس ذلك فقط بل هو يصدر الغاز الآن الأردن بلد يصدر الغاز من خلال الفائض المتحق من ميناء الغاز المسال مسألة أخرى هناك العديد من المشاريع التي أعلنت عنها الحكومة لاستثمار الطاقة الشمسية في الطفيلة ومعان والمفرق طاقة الرياح أيضا مشاريع كبرى فيما يتعلق بالصخر الزيتي أي بغض النظر عن موقفنا الأساسي المتعلق بعدم شرعية التعامل مع الكهن الصهيوني ورفضنا الكامل للتطبيع وعدم أخلاقية هذا التعامل فليس هناك أي مبرر لا اقتصادي ولا خلافه يبرر مثل هذه الصفقات وقد بيّنت دراستنا أعدتها الحملة بشراكة مع مركز بلاتفورم لأبحاث الطاقة في لندن أن ما لا يقل عن ثمانية مليارات دولار وأربعمائة مليون سيدخل خزينة الاحتلال كضرائب ورسوم مختلفة من صفقة شركة الكهرباء ستستعملها حكومة الاحتلال للاستيطان والعدوان وبحسب الحملة فإن صفقة الغاز مع دولة الاحتلال تخفي خلفها جرائما متعددة تتمثل بدعم آلة الإرهاب الإسرائيلي بمليارات الدولارات من أموال المواطنين الأردنيين الضرب بعرض الحائط بأمن الطاقة في الأردن وتحويل الاحتلال إلى قوة طاقة إقليمية بدلا من الاستثمار في مشاريع الطاقة المتعددة محليا وأخيرا ما تبين أن كلفة إنتاج الغاز في دولة الاحتلال أعلى من أسعار الغاز المسال المتوفر عالميا بما يعني أن هناك شبهات كثيرة تحيط بأي صفقة لاستيراده بحسب الحملة إذن إن كانت تكاليف إنتاج الغاز في دولة الاحتلال أعلى من أسعار الغاز المسال المتوفر عالميا وإن كانت شركة الكهرباء الإسرائيلية نفسها تواقع عقودا مع شركة بي بي العالمية لاستيراد الغاز المسال تتساءل الحملة لمصلحة من تتم هذه الصفقة ليلى خالد رؤيا أقرت لجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة برنامج نظام الامتحان الشامل للدورة الصيفية في جزئيه العملي والنظري في جامعة البلقاء التطبيقية علما بأن الامتحان العملي بدأ اليوم وسيستمر لغاية الخامس عشر من الشهر الحالي فيما تبدأ الامتحانات النظرية في العشرين من الشهر المقبل وتنتهي في السابع والعشرين من الشهر ذاته ما يقارب ستة آلاف طالب وطالبة تقدم اليوم لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل في دورته الصيفية في شقيه العلمي والنظري للورقة الرابعة العلمية في مختلف التخصصات في أكثر من كلية معتمدة وسيستمر الامتحان حتى يوم الاثنين المقبل بدأت فعاليات الامتحان العملي الورقة الرابعة بالنسبة لطلاب كليات المجتمع هناك لجان متخصصة في كل كلية طبيعة الامتحان تتحدث عن مقدرة الطالب على الكفايات العملية التي تلقاها أثناء الدراسة ونعكاس التدريب الميداني في التخصصات التقنية في جميع الكليات جولة تفقدية لمختلف الكليات للاطلاع على الأوضاع العامة للامتحان وطبيعة الأسئلة المطروحة والإجراءات التطبيقية لها قام بها نائب رئيس الجامعة البلقاء التطبيقية الدكتور وائل العزب أكد خلالها على تطبيق قواعد الامتحان بدقة ومهنية وقيام الجامعة تجهة مشرفة على الامتحان بمسؤولياتها لدينا في كلية القدس مركز امتحان للطلبة لدينا اليوم ثلاث تخصصات الصيدلة والهندسة المدنية والميكانيك أثناء جولتنا في بعض الكليات في المركز لدينا عدة مراكز امتحان شامل منها في الشمال والوسط والجنوب مختلف التخصصات لدينا نسبة تقريباً 80% منهم تعليم تقني و23% علوم إدارية ومالية الطلبة تواب ترتياحاً عاماً لمستوى الأسئلة المطروحة والإجراءات المتبعة وخصوصاً مع التجهيز الجيد للمختبرات والمعدات لتخصصات الصيدلة والهندسة المدنية والمساحة مشيرين إلى أن الوقت كان كافياً للامتحان التطبيقي بالنسبة لطريقة التحضير باللاب كانت كثير مريحة وفي كل الميجرينج سيلندر يعني اللي بنستخدمهم وكل الأدوات والميثود في الجو المهيئ لللاب يعني كثير ممتاز الامتحان هو عبارة عن أسئلة يعني أي طالب يقدر يحلل هي أسئلة متوسطة تمام عبارة عن ثلاث أسئلة سؤال بسيط عبارة عن سؤال بسيط وسؤال للطالب المتوسط وسؤال للطالب يعني الذكي وكله عبارة عن مشاغل هندسية متوفرة فيها جميع الأجهزة من مئة وتسعة عشر مختبرا محوسبا جهزت لغايات عقد الامتحان الشامل في أوراقه الثلاث وحسب الموعد المعلني من قبل جامعة البلقاء التطبيقية وفي حال تعذر عقد أي ورقة سيتم تحديد موعدا آخر من قبل اللجنة العليا سيعلن عنه للطلبة في وقت لاحق أسامة العدوان رؤية بهدف التضييق على أهالي حزمة شمال شرقي القدس المحتلة تواصل قوات الاحتلال للشهر السابع على التوالي إغلاق مداخل البلدة الثلاث مع بقاء أحد تلك المداخل مفتوحا بشكل جزئي وخاضعا لمزاج قوات الاحتلال في سعي لابتلاع المزيد من الأراضي لصالح المستوطنات المحيطة بها تكاد حزمة تقتلها انتهاكات الاحتلال التي تعاني منها على اختلاف أشكالها وأساليبها فهي تقع تحت مطرقة الإغلاقات الإسرائيلية مع ثلاث بوابات تحد البلدة من كافة مداخلها المغلقة بالمكعبات الإسمنتية ولا تفارقها جبات الاحتلال أبدا محولة البلدة لسجن كبير يسمح لثمانية ألف مواطن من أبنائها بالدخول والخروج عبر بوابة تفتح جزئيا حسب ما يرتأي أربعة من جنود الاحتلال يقفون عليها ومن مطرقة الإغلاقات ننتقل إلى سنديان الاستيطان من جهة وجدار الفصل العنصري من جهة أخرى فمع مستوطنات آدم والنبي عقوب وقفعد زئيف التي تبتلع آلاف الدنومات من القرية يمتد جدار الفصل العنصري بطول يقارب الخمسة ألف متر حول البلدة فاصلا سبعة عشر ألف دنوم من أراضيها عن الألف دنوم المتبقية كمخطط هيكلي يشكل مساحة البلدة الفلسطينية التي تقع ضمن المناطق به وتخضع إداريا للسلطة الفلسطينية وأمنيا لسلطات الاحتلال الجدار يعني عزل أراضي حزمة أربعة تلاف ثلاثمية ثمانتعشر دنوم مساحة الكلية الحزمة ثمانتعشر ألف دنوم منها فقط ألف دنوم خطط هيكلي في عملية تكثيف للإستان في كل هذه الأراضي الفلسطينية داخل الجدار لاستمرار خنق المواطنين وعزل القرآن الفلسطينية المند الأخيرة تأخذ كرارات إسرائيلية على مستوى الحكومة الإسرائيلية القرار الأول في إقامة متنزح طبيعي للمستوطنين على حساب أراضي المواطنين داخل مستوطن البزقاء الزائف والقرار الثاني خلال زيارة لبرمان قبل أسبوع لحاجز الحزمة العسكري اتخذ قرار بتوسعة الشارع الرئيسي لصالح طبعا المستوطنين هذه البلدة تعد وحيدة من بوابات المدينة المقدسة يخنقها الجدار الفاصل ويبتلع الاستيطان المزيد من أراضي مواطنها تتنفس بصعوبة مع بوابة تفتح جزئيا من ضمن ثلاث بوابات تغلق البلدة من كافة أطرافها من بلدة حزمة شمال شرق القدسة المحتلة حافظ أبو صبرى رؤيا فصائل معارضة في سوريا تسيطر على مواقع استراتيجية في حلب وجولة ثانية لاختيار أمين عام من الأمم المتحدة خلفا لبان كيمون هذه الأخبار وغيرها في جولتنا الإخبارية حول العالم سيطرت فصائل معارضة سوريا وسط معارك عنيفة على مواقع استراتيجية جنوب مدينة حلب السورية تخولها في حال التثبيت فيها من قطع آخر طرق الإمداد إلى أحياء المدينة الغربية والواقعة تحت سيطرة الجيش السوري وذلك وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان فيما سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على كامل مدينة مينبج أحد أهم معاقل عصابة داعش الإرهابية في محافظة حلب وصل جثمان العالم الراحل الدكتور أحمد زويل إلى مطار القاهرة بعد أن وصلت الطائرة الحاملة للجثمان وسط تشديدات أمنية من قبل قوات الجيش والشرطة العسكرية وكانت دكتور زويل توفي الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز سبعين عاما بمدينة نيويورك الأمريكية بعد صراعا دام لأكثر من عام مع مرض السرطان ومن المقرر تشيع جثمانه لمثواه الأخير الأحد في جنازة عسكرية يتقدمها رئيس الجمهورية لحصوله على أرفع وسام مصري قلادة النيل أبدى جنوب السودان موافقته على انتشار قوة إقليمية على أراضيه بعد المعارك العنيفة التي شهدتها العاصمة جوبا بين قوات الرئيس الفاكير وخصمه نائب الرئيس رياكم شار والتي أودت بحياة مئات الأشخاص وذلك حسب ما أعلنت عنه ليئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا إيغاد في ختام قمة عقدت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا لقي 13 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب ستة أخرون بجروح في حريق اندلع ليل الجمعة على السبت داخل حانة بمدينة روان في شمال فرنسا وفق ما أعلن عنه وزير الداخلية برنار كزانوف الذي أوضح أن التحقيق يجري حاليا لتبيان أسباب الحريق والوقوف على دوافعه جرت في مجلس الأمن الدولي الجولة الثانية من الاقتراع السري لاختيار أمين عام الأمم المتحدة خلفا لبان كيمون والذي تنتهي فترة توليه لهذا المنصب مع نهاية العام الجاري وحل رئيس الوزراء البرتغال الأسبق أنتونيوس كوتوريس أولا بحصوله على 11 ورقة تشجيع فيما حل ثانيا وزير خارجية سربيا السابق فوكريميتش بثمانية ورقات ومن المتوقع انسحاب الأسماء التي حلت في ذيل القائمة قبل موعد التصويت الجديد وبالعودة إلى الشأن المحلية قامت مجموعة المكتب البيضوي في مجمع الملك حسين للأعمال معرضة البيضوي للتعليمي 2016 بمشاركة أكثر من 80 جهة تعليمية محلية ودولية المعرض على مدار يومين اجتمل على العديد من البرامج المتخصصة في مجال البعثات الدراسية والتعليمية إضافة إلى عقد لقاءات حوارية مع العديد من المختصين في مجال التعليم الأكاديمي والتقني كان هناك من متحدثين مثل معالي الأستاذ الدكتور وجهي عويس تحدث عن تطور التعليم في الأردن ومراحل التعليم كان عندنا متحدثين برضو من مستشار نائب حاكم دبي بالإضافة كان عندنا من يونايتد سيتس أنجوم مالك بالإضافة من المتحدثين أصحاب القامات في مجال التعليم العالي لمناقشة التحديات التي تواجه التعليم العالي في الأردن فكانت الفكرة تبعتنا هي أنه إقامة المنتدى العالمي للتعليم العالي غرارا بمنتدى دافس الاقتصادي نحن اليوم مثل ما أنتم شايفين انطلاقة فعاليات معرض البيضاوي التعليمي اللي أقاموا المكتب لطلاب التوجيهي وطلاب الجمعات فعاليات المعرض طبعا تضمنت نحكي أربع أقسام معرض الإرشاد واختيار المسار التخصصي برضو كمان معرض الدراسة والابتعاث في الخارج بالإضافة إلى بروغرامز كانت موجودة على المسرح على مدار الساعة ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة إربد ليلة أمس القبض على عدد من الأشخاص على خلفية مشاجرة اندلعت قرب المجمع الشمالي أصيبت على إثرها سيدة بعيار ناري مصدر أمني قال إن المشاجرة استخدمت فيها الحجارة والعصي والأسلحة النارية ما أدى إلى إصابة السيدة بعيار ناري في منطقة الظهر نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج ووصفت حالتها بالمتوسطة فيما قامت الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق حول ملابسات وأسباب المشاجرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين فيها التقى وزير الثقافة دكتور عادل طويسي عددا من الفعاليات الثقافية في محافظة إربد خلال زيارة قم بها للاطلاع على المشاريع الثقافية هناك مشيدا بالاستعدادات التي تقوم بها كافة الأطراف لإعلان مدينة إربد عاصمة الثقافة العربية لعام 2021 التفاصيل في التقرير التالي لقاء حواري جمع وزير الثقافة الدكتور عادل طويسي برؤساء وعضاء الهيئات الثقافية في محافظة إربد لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الثقافية في الأردن طويسي وخلال اللقاء أكد سعي الوزارة لتقديم كافة الاحتياجات للهيئات الثقافية المنتشرة في محافظة إربد ومختلف محافظات المملكة مشيدا بدور المؤسسات الثقافية والشباب الأردني في مجابهة التطرف ومحاربة الفكر المتشدد بالفكر التنويري إسبال الاجتماع مع الهيئات الثقافية يأتي في إطار الزيارات الميدانية التي أقوم بها للمحافظات والالتقاء بالهيئات الثقافية فيها لتلمش الهموم والاطلاع على التحديات التي تواجه هذه الهيئات وقد دار حوار واسع هذا اليوم لمدة أكثر من ساتين وكان لا يقتصر فقط على المطالبات التي هي محقة في معظمها ولكن كذلك طرحت أفكار جديدة لتطوير العمل الثقافي والفني على مستوى المملكة وعلى مستوى محافظة إربد وزير الثقافة بيّن أيضا أن التعاون المستمرة بين الوزارة والهيئات الثقافية ومدرية ثقافة محافظة إربد هو الأساس الذي تقوم عليه الاستعدادات لإعلان مدينة إربد عاصمة للثقافة العربية في عام 2021 نوقش موضوع اختيار إربد كعاصمة للثقافة العربية في عام 2021 والذي يتزامن مع مئوية تأسيس الدولة الأردنية في ذلك العام الدولة الأردنية المعاصرة طبعا إذن هي زيارة تحمل جهود التعاون المثمر بين وزارة الثقافة ومدريتها والهيئات المرتبطة بها في محافظة إربد في مسعى لأن تأخذ المدينة في المستقبل القريب دورا بارزا في مجال الثقافة والأدب والفنون بهدف الحد من تعرض المرأة للفقر نظم في محافظة الزرقاء بازار لعدد من المنتوجات والحرف اليدوية لنساء مستفيدات من مشاريع تأهيل المرأة ودمجها في العملية التنموية التقرير التالي والمزيد من التفاصيل بازار يعرض أعمال تسعمائة وخمسون امرأة في محافظة الزرقاء استفدنا من خطط عمل ومشاريع متعددة لصناعة المنتوجات اليدوية والحرفية وتجارة الملابس والإكسسوارات ومواد التجميل والمأكولات الشعبية وبما يمكن المرأة من تحسين معيشتها وتخفيف الأعباء الحاصلة جراء الأزمة الاقتصادية البازار لقى رواجا وأسهم في تكريس مفاهيم التنمية وقدم نموذجا حيا لطرق تحسين دخل المرأة وخصوصا ربات المنازل الهدف منها كان تحسين مستوى المعيشة تحسين تمكين السيدات في محافظة الزرقاء اللي استفادوا خصوصا طبعا من المنحة انهم يعني تمكينهم انهم يستفيدوا ويحسنوا دخلهم يحسنوا مستواهم المعيشة منتجي عبارة عن اكسسوارات وأشغال يدوية بشكل عام وبنشكر المؤسسة اللي أتاحت لنا فرصة زي هيك لمعرض كبير وضخم زي مثل هيك مؤسسات رسمية وأهلية في الزرقاء دعمت فكرة تأهيل المرأة ورفع قدراتها في ظل تضاءل فرص العمل بتلقى انه هذا النشاط يعني بشكل نافذة أخرى من خلالها باستطيع المواطنين انهم يخففوا من العباء الاقتصادية اللي برزحوا تحتها دمج المرأة بالعملية التنموية والدورة الاقتصادية تحدي بات يمكن التغلب عليه بمفاهيم المهنانة والتأهيل نظم فريق بوكي ووك رحلة صيد للبوكيمون مشيا على الأقدام في أنحاء هونغ كونغ بمشاركة المئات المزيد عن هذه الفعالية في التقرير التالي البوكي ووك اسم لفريق مكون من عشرات الأشخاص يجبون شوارع هونغ كونغ في رحلة بحث عن البوكيمونات مشيا على الأقدام في أنحاء المدينة واصفينها بالمدينة الأولى للبوكيمون الفريق تكون مع ظهور تطبيق اللعبة على الهواتف الذكية الأمر الذي دعا أصحاب الأفكار الغريبة ومهوسي ألعاب الدجتال بالإسراع في تكوين اتحاد لصيد البوكيمونات رحلة الصيد شملت عددا كبيرا من المناطق في المدينة ما دعا عددا من الشركات السياحية إلى تنظيم رحلات سياحية خاصة لعشاق لعبة البوكيمون التي جعلتهم شركاء في الواقع الافتراضي والآن نترككم مع هذه المشاهد واللقطات بلا تعليق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة